متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن تحديث جديد داخل جوجل آي ستوديو أعتقد كتير حيكون سعيد بهذا التحديث أولاً لأنه مجاني ثانياً لأن النموذج الجديد هو Imagine 4 من جوجل هذا النموذج الجيد جداً في إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي يعتبر من النماذج الرائعة في إنتاج الصور وفي إنتاج التفاصيل والتباع التعليمات داخل الأمر Imagine 4 علشان تخش عليه حتخش عليه من الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو هخليك على طول تروح على الامج ولكن لو أنت روحت على جوجل آي ستوديو من الرابط الأساسي على الشات هتبتدي تروح تدوس على جنريت ميديا هيظهر عندك Imagine New اللي هو Our Paste Image Generation ده جوجل اللي بتقولك أنه هو من أفضل نماذج إنتاج الصور الخاصة بيها وهتبتدي أن أنت تدوس عليه حلق للشكل التالي أولاً Imagine 4 Preview فيه منه Imagine 4 بس وفيه Imagine 4 Ultra أعتقد أن Ultra ممكن يكون جيد أكتر كمان من Imagine 4 إحنا هنجرب الاتنين من خلال مجموعة من الأوامر أنا جبتها من شات جي بيتي علشان نجرب الصور فيه ستايلز مختلفة بالنسبة للأوامر حاول أحط لكم بعض هذه الأوامر في الوصف أسفل فيديو علشان لو أنت حبيت أن أنت تجربها أول أمر معي حبتدي أستخده Imagine 4 بس لاحظ برضو أن استخدامات Imagine 4 محدودة داخل جوجل iStudio يعني مش unlimited كده تبتدي أن أنت تنشئ صور ولكن هو limited نجرب دلوقتي مع بعض أول أمر معي حبتدي أجربه في الرياليستيك فوتو أو الصور الواقعية هقول له مشهد لي Mountain Lake at Sunrise يعني بحيرة وفي جبال وفي شروق شمس هنا عطيته الكاميرا DSLR Camera Style هو عطيها لي شات جي بيتي وحبتدي أختار الaspect ratio من 16 إلى 9 أو من 9 إلى 16 هنا بالنسبة للعدد فهو حاليا أنا شاهدة number of results واحد بس حبتدي ندوس run تم إنتاج الصورة زي ما احنا شايفين mountains, lake, trees والصورة realistic photo نتيجة حلوة جدا تعال بقى نجرب باستخدام Imagine 4 Ultra نفس الأمر ولكن مع Imagine 4 Ultra وندوس Run هذه النتيجة دي الألترا أنا استخدمت بس الaspect ratio واحد لواحد لو خدت بالك هتلاقي الresolution عالية جدا وجودة عالية جدا زي ما احنا شايفين تعال نختبره في حاجة تانية نختبره في حاجة تكون 3D render Ultra Detailed 3D Lender لفوترستيك سبيس شيب كنترول روم بلوين كنترول بانيلز سفينة فضاء كنترول روم سينيماتيك لايتينج لايك إن أساينس فكشن موفي كأنك كده في فيلم خيال علمي وأيضا هخليه 16 لتسعة أنا بحب الaspect ratio ده عشان دايما بحب مثلا أحوله الفيديوهات فبيقى بالنسبالي أفضل لأن أستخدم الaspect ratio 16 لتسعة لكن تليك الحرية يعني رحتك جدا وأيضا زي ما احنا شايفين النتيجة حلوة دي سبيس شيب سفينة فضاء وبالتفاصيل اللي أنا طلبتها موجودة جوه لو حت تحكم لو روحنا لل Ultra تعال كده نروح لل Ultra مرة تانية ونبتدي إن إحنا نقوله run ونشوف حيديني في Ultra إيه هل الجودة بتاعت الصورة حتكون أحسن ولا لأ حنشوف مع بعض الواتي أنا شايفة إن ال Ultra أفضل في جودة الصورة وفي نتيجة الصورة أيضا يعني واضح جدا جدا من النتيجة اللي أنت شايفها فأنا أفضل إن أنت تستخدم Imagine 4 Ultra أفضل ممكن يكون التاني أسرع شوية Imagine 4 ممكن Ultra يكون أبطأ ولكن أنا شايفة النتيجة بتاعته أحسن هروح حط المراضي الأمر باللغة العربية هشوف كده هيشتغل مع اللغة العربية 16-9 ساحر غابة شاب يحمل عصى متوهجة ويقف بين فطرة عملاق ومخلوقات الغابة الودودة متحرك بأسطوب ستوديو جيبلي هنا الستايل ستوديو جيبلي أو جيبلي هبتدي أدوس run دي النتيجة نتيجة حلوة جدا المخلوقات الغريبة واقف ما بين مشهم عملاق شاب صغير كأنه ساحر تعال نجرب مع بعض ال Ultra عشان نشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي طبعا ال Ultra زي ما قلتلك بياخد وقت أكتر نتيجة ال Ultra من وجهة نظري أحلى يعني بص ال Ultra مش بس زي ما قلتلك في الجودة ولكن ال Ultra أعتقد كمان في عمل المشهد أو تصميم المشهد نفسه هبتدي أعمل download الصورة دي عجبتني جدا روح نشوف مشهد آخر تعال نجرب مشهد تاني باللغة العربية شاب يجلس وحيدا على مقعد في حقل الفارغ واسع تحت سماء غائمة يعني غائمة يرمز إلى الوحدة والتأمل للمشهد يعني ولوحة ألوان بسيطة وكئيبة أنا هنا هاختار ال Ultra 16 لتسعة وحدوث generate بص النتيجة قدقي النتيجة يعني مشهد واقعي جدا وفي الآخر خالص بتبتيت تعمل download وتنزل الصورة بتاعتك في large view كمان عشان تشوف المشهد بالlarge view وممكن أن أنت تروح تأكسبورت لدرايف تصدر هذه الصورة لدرايف هنا ده مشهد لترادشنال جاباني ساموراي لأحد من الساموراي اختار أيضا الألترا وتعالى نبص على الصورة كل ده أنا بستخدمه بشكل مجاني زي ما انتم شايفين يعني هو بالرغم أنه هو limited ومحدود إلا أنه سامح لي لحد دلوقتي معاكم أن أنا أنتك صور هذه الصورة ده طبعا style مختلف من الصور ولكن جيد جدا برضو فيه التنفيذ زي ما إحنا شايفين تعالا كده نجرب مع imagine 3 ونشوف نفس الأمر مع imagine 3 حيديني إيه النتيجة أيضا حلوة يعني النتيجتين حلوة بس النتيجة يمكن ألترا شوية أو imagine 4 أنا حسنة أن الصورة تفاصيل فتاعتها أكتر شوية ويه بتنطق أكتر ولكن الاتنين جيدين حيبان أكتر فيه الحاجات التانية أو ال styles المختلفة خصوصا السينيماتيك أنا بحس أن imagine 4 رائع جدا هجرب معيكم الأمر مرة دي برضو باللغة العربية رسم معماري مرسوم يدويا لمنذل حديث بسيط حبر أسود على ورق أبيض قطوط دقيقة وتظليل أنا بقرأ لك الأمر عشان النتيجة تقدر أنت تشوف هل هي فعلا مطابقة مع الأمر اللي أنا أعطيته له ولا لا ودي مش بس الكواليتي بتاعت الصورة والشكل الحلو لا لازم يكون بينفذ الأمر بشكل صحيح هنا وأيضا هاختار واحد لواحد مرة دي وحعمل ران نشوف النتيجة أيضا imagine 4 من غير ألترا أكيد ألترا هيكون أفضل ولكن تعالى نبص على النتيجة تعالى نجرب 4 طبعا دا سكيتش حنشوف مع بعض آخر مثال أنا هختبره فيه الرسم السريالي ساعة ذائبة مغطة بصبار في الصحراء أو الستايل السريالي يعني تحت سماء حالمة مستوحى من السلفادور دالي ممكن يكون دوة الرسام مع أجواء سريالية ورمزية هاختار 16 لتسعة هاختار الألترا بقى مرة واحدة وندوس انتر بص النتيجة نتيجة حلوة جدا ساعة ذائبة مغطة بالصبار تحت سماء حالمة مستوحى من دا الستايل مستوحى منه مع أجواء سريالية طبعا هرجع أقولك أنت عندك كمان يعني لو رحت عملت جينريت أنت عندك VEU2 موجود بشكل مجاني داخل جوجل i studio تقدر أنت تستخدمه ممكن أنت ترفع الصورة اللي أنت عايزها وتبتدي أنت تستخدمه هبتدي هنا أرفع صورة من الصور الحلوة اللي احنا عملناها وليكن صورة زي الصورة دي كده وممكن ما اكتبش أي حاجة وأسيبه هو يحركها هنا الفيديو ديوريشن عندك لحد 8 seconds هبتدي أدوس وتعال نشوف VEU2 تم إنتاج الفيديو بتاعنا زي ما أنتوا شايفين جمال الفيديو رائع جدا مدته 8 ثواني فأنت كمان عندك VEU2 أهو ممكن تستخدمه في إنتاج فيديوهات ومن الصور اللي أنت أنتكتها بإماجين 4 ونتمنى قريبا أن VEU3 يكون موجود للاستخدام حتى ولو كان محدود داخل جوجل آي ستوديو أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع وبسيط ولكن قد يفيد منشئة المحتوى هذا النوع من الفيديوهات نشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولكنت متابعيننا لأعزائي متنساش اللايك وشير وكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته